يهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية شوفوا يا جماعة قضية جوني ديب وامبر مرة ملغوصة ملغوصة اكثر من شروطة الاوسكار الجديدة ملغوصة اكثر من قلة الادب اللي عملوها نتفليكس في 2020 ملغوصة يا عمي اكثر من 2020 نفسها لكن بحاول قدر الامكان اقول لكم اهم ما جاء في هذه القضية على السريع علشان ما نطول سوي لايك واشترك في القناة لو منتم اشترك وفعل جرس التنبيهات جوني ديب والممثلة امبر في فيلم اسمه ذا ريم دايري فيلم كويس تقريبا تقييمه 6 من 10 تبعت مرة زمان وناسي حتى قصة وحدات المهم انه هذا كان اول لقاء بين جوني وامبر حلو الكلام حلو الكلام وبعد هذا الفيلم امبر صرحت وقالت فيما معناه يعني انها مرة انبسطت بالعمل مع جوني ديب وانه ممثل رائع وتجربتها معه فاقت توقعاتها المهم يا حبيبي الموضوع هذا مر مرور الكرام وكأنه ما حصل شيء مجرد عمل مشترك وكل واحد رجع لحياة وشي عادي ما في شيء في 2009 بعد هذاك الفيلم جوني ديب كان ما زال متزوج من عرضة الازياء الفرنسية فينيس سابارادايس وعنده منها بنت اسمها ليلي وولد اسمه جاك اموره طيبة ما عنده اي اشكالية امبر برضو كانت مرتبطة بحبيبتها الرسامة والمصورة تاسيا فان ري بمعنى انه كل واحد من هذول الاثنين عنده حياته العطفية اللي مشغول فيها ولكن في شيء غريب حصل في العام 2009 مع امبر هيرد شيء غريب ومثير للاهتمام وبرأيي انه هذا الشيء شاهد عليها لا لها العام 2009 يا حبيبي نفس السنة اللي شاركت فيها امبر هيرد مع جوني ديب في هذا الفيلم وفي احد المطارات حصلت مشكلة بينها وبين حبيبتها مشكلة كبيرة بل انه امبر هيرد مدت يدها على حبيبتها ضربتها وجات الشرطة وفكت النزاع وانتهى الموضوع وانحلت المشكلة وتصالح وخلاص ليش تضاربوا وكيف وشلون ولماذا ما حد عارف ولكن وجب ذكره القصة لانها فعلا مهمة فيها مدت يد يعني امبر هيرد ما عندها مشكلة تمود يدها المهم يا حبيبي مرت الايام ومرت السنوات من 2009 الى 2012 فجأة يا حبيبي يعلن جوني ديب انفصاله عن زوجته وام عياله بعد 14 سنة زواج وفجأة كمان يا حبيبي تعلن امبر هيرد انفصالها عن حبيبتها برضو احها ايش فيها جماعة في نفس الفترة تقريبا وفي نفس السنة 2012 مو مشكلة بسيط عادي تحصل الصدف فجأة برضو في نفس السنة وبعد ما كل واحد منهم انفصل عن شريكه بدأ جوني ديب وامبر هيرد يتواعدون كحبيب وحبيبة وبعد سنتين مواعدة قدم جوني ديب لخطبة امبر هيرد انتشرت لهم صور بخواتم الخطوبة واو كيوتي جنن الاثنين في عام 2015 ينزل لك واحد حفل زواج خاص في لوس انجلس ويصبح جوني ديب وامبر هيرد زوجاني رسميا وعاشوا في سبت ونبات وما جابوا صبيان ولا جابوا بنات المهم يا حبيبي امورهم كانت طيبة لمدة سنة كاملة او سنتين فجأة يا حبيبي وبعد سنتين زواج تقريبا وفي العام 2016 ينزل لك واحد دعوة طلب طلاق من امبر هيرد ايش في يا بنت الناس عسى ما شر امبر ترج وتقول الرقل دا جوني ديب بتاع شراب وبتاع مخدرات وبيضربني ليل نهار ومد ايده علي اكثر من 14 مرة ورماني بالتلفون وترك الكدمة على وجهي وسحبني على قزاز مكسر ويهددني بالقتل وخلاني متوترة وخايفة ليل نهار يا شيخة كيف كذا جون ويك ما يسوي هذا كله على كل حال من الطرف الاخر يرد جوني ديب ويقول البنت هذي كاذبة وما عندها اي سالفة لا عمري ضربتها ولا عمري مدت يدي عليها صح اني رجال سكير وراعي مخدرات واعترف بهذا الشي لانها فضحتني ولكن اني مدت يدي عليها لا والله ما حصلش خالص بالعكس هي اللي كانت تضربني هي اللي مدت يدها علي اكثر من مرة وعامل الهيصة ذي كلها طمعانة في ثروة اللي تقدر بمائتين مليون دولار وتبغى تستغل الطلاق وتاخذ مني فلوسي المهم امبر هيرد تنكر وهو ينكر يلو قالوا الحوسة والموضوع تصعد والاعلام بدأ يثير الموضوع عاد الاعلام فالامة هذيك الايام لعبتهم السوالف هذه يحبوا المهم في النهاية المحكمة وافقت على الطلاق وحكمت المحكمة بتسوية قدرها سبع مليون دولار يدفعها جوني ديب لطليقة امبر هيرد وانتهى الموضوع وجوني ديب دفع السبع مليون دولار وقال يلا سلام عليكم امري لله تقول تقول انها اخذت السبع مليون وتبرعت فيها لجمعيات خيرية اوكي ما حد يدري يمكن صادقة يمكن لا بس هذا كلام مرت سنة كاملة والامور زي الفل وكل شي هدى ولكن جوني ديب مسكين ما سلم من الكلام والشائعات سواء كان مظلوم او كان مذنب خلاص كده في صورة انتشرت عنه وبحكم اننا في فترة تمكين للمرأة وظهور النسويات بشكل مكثف الموضوع ما كان في صالح جوني ديب ابدا وكان يجيه سب وشتايم في السوشال ميديا ليل النهار وفي كل مكان الادم يسكت ومسك نفسه وقال يا عمي موجة وبتعدي والناس بعدين بتنسى وخلاص وفجأة في العام 2018 تطلع عام برهيرد وتكتب مقالة لصالح صحيفة واشنطن بوس هذاك المقال كانت تدافع عن البنات اللي يتعرضون للتعنيف وتقول لهم لا تخافوا لا تسكتوا عن حقكم اي شخص يسيء لك اي شخص يمود يده عليك يروح اشتكي ومن هذا الكلام الى هنا كلام كويس ومقال لطيف وتشجيع ممتاز ولكن امبر اضافت ووضحت في المقال انها هي برضو تعرضت للعنف ولكنها ما سكتت وتبغى كل البنات في العالم يعملون زيها ولكن ما ذكرت ان جوني ديب اللي ضربها او عنفها قالت بس انها تعرضت للتعنيف والضرب خلال حياتها بشكل عام وتبغى ايش ما احد يسكت من البنات ما ابغاكم تسكتوا اللي صار لي ما ابغا يتكرر معاكم بس وش يسكت الناس وقتها وش يسكت الاعلام واضح وصريح ان امبر جالسة تحاول تستغل الموضوع وتجيب لنفسها الاضواء وفي نفس الوقت جالسة تنبش الاوراق وتشوه سمعة جوني ديب حتى وان ما ذكرت اسمه في المقالة الناس ما هم دلوخ يعني علشان يقولوا اوه يمكن تقصد واحد ثاني ما تقصد جوني ديب واضح انه هو المقصود وفجأة يا حبيبي وفي نفس السنة تطلع صحيفة ذاسن البريطانية وتكتب مقالة طويلة عريضة وتصف فيها جوني ديب انه رجل معنف لزوجته او ضارب زوجته وهذه المقالة هي اللي عملت المشاكل والحوار ده كله صحيفة ذاسن كتبت مقالة طويلة ووضحت فيها ان جوني ديب رجل شرير ولقبوه بمعنف او ضارب زوجته جوني ديب شاف انه الموضوع اساءله قال يا ابويا الموضوع ذات ظاهر انه ما رح ينام الموضوع جالس يزيد يوم عن يوم ومسيرة المهنية وسمعتي صارت مهددة والناس بدأت تقول عني كلام كثير جوني ديب قال يا عمي طفح الكيل علي الطلاق ما اسكت ويروح ويرفع قضية على صحيفة ذاسن البريطانية مفادها انهم اساءله وشأوه سمعته دون اي دليل ومن العام 2018 الى العام 2020 والموضوع ما بين هبت وخبت واخيرا بدأت المحاكمة عام 2020 في لندن اي بعد ثلاث سنوات تقريبا من هذاك المقال ويتم استدعاء جوني ديب ويتم استدعاء امبر هيرد ويتم استدعاء صحيفة ذاسن واستمرت المحاكمة لثلاثة اسابيع في لندن كل واحد يدلو بدلوه وبأدلته واوراقه وشهوده وبطيخه ومن جهة جوني ديب شهدت الممثلة وينونا رايدر حبيبة جوني ديب السابقة برضو ختبت انه جوني ديب رجل طيب وعاشرته وما شافت منه الا كل خير وشهدت برضو زوجته السابقة وقالت نفس الكلام وانه رجل طيب وما شافت منه الا كل خير وبنت جوني ديب كمان اتدخلت وقالت انه ابوها اطيب بابا في العالم وعمرها ما شافت منه الا كل حب مو بس كذا مع هذه الادلة والشهادات والكلام هذا كله جوني ديب جاب شريط مسجل فيه مكالمة له مع امبر هيرد في هذا التسجيل امبر هيرد اعترفت انها مدت يدها على جوني ديب وقالت في التسجيل انا صفعتك مجرد صفعات بسيطة على وجهك ولكن ما لكمتك صفعتك اسفى اني ما ضربتك بالشكل المطلوب ولكنها مجرد صفعات خفيفة لا تذكر اوكي عادي اصفعك فوف بس بوكس لا غلط ايش في اناس ما يصلح فيرد جوني ديب في التسجيل ويقول يا حبيبتي بايبي والله انا مستاء جدا للوضع اللي وصلنا له فائع كذا بقى ممكن معا تضربيني ترد امبر في المكالمة وتقول ما اوعدك ممكن الطمك ممكن اصفعك مرة ثاني عادي عموما المكالمة مرة طويلة وفيها تفاصيل كثيرة ولكن هذا اهم ما جاء فيها وتلقوها في اليوتيوب لو بحثتم ولكن طول المكالمة واضح ان جوني ديب مرة مستاء من اللي صاير وجالس يحاول يهد الامور يمكن لانه صادق او يمكن لانه عارف ان المكالمة جالسة تتسجل ما حد يدري المهم برضو اثناء المحاكمة في لندن جوني ديب اضاف انه امبر هيرد خانته مرتين اثناء زواجهم مرة مع الممثل جيمس فرانكو ومرة مع الملياردير ايلون ماسك ايش يبغى ايلون ماسك انا ما نعرف وقال كمان انها كانت تمد يدها عليه وقال الكلام ذا قبل بسكرره وقال كمان ان امبر كانت تعمل ككة على السرير مدري وش علاقة ام القرف هذا بالمحاكمة بس واضح ان جوني ديب ايش وصل مرحلة قال فكي عمي الحزمة ارمي كل شيء ارمي كل شيء لعد تخبي حاجة وفي النهاية بعد كل هالكلام وكل التصاريح وكل الادلة اصدرت المحكمة البريطانية الحكم وكان نصه ان جوني ديب مذنب وان امبر هيرد فعلا تعرضت للعنف والضرب بناء على الادلة والافادات اللي عندهم واغلقت الجلسة ورفعت الاقلام وفازت امبر هيرد وصحيفة دسن بالقضية وتم الاعلان عن ان جوني ديب رسميا مذنب بناء على هذه المحاكمة الغريبة كيف شلون ازاي لكان شو والله انا نفسي مش عارف المصيبة مهنة المصيبة ان القاضي تجاهل كل الادلة وكل الشهادات اللي قدمها جوني ديب والمحامين والشهود واخذ بشهادة وكلام امبر هيرد فقط لا غير كلمتها ضد كلمته فيب رسميا جوني ديب خسر القضية هذه على كل حال خسارة جوني ديب لهذه القضية قلبت الطاولة عليه ويبدو انها لوثت سمعة بما فيها الكفاية فيه جزء كبير من الناس في صفه وفيه جزء كبير كمان ضده وللأسف بدأت تظهر الاثارة السلبية لخسارة جوني ديب للقضية لانه من فترة وصلوا طلب تقديم استقالة من فيلم فانتاستيك بيست يا لولو اسمع لازم تقدم استقالة جوني ديب وافق وقدم استقالته من الدور بكل صدر الرحب ما في شي رسمي بس يقولون انه جوني ديب بيجيه مبلغ مرة كبير حوالي 100 مليون كتعويض لانهم طلعوا من الفيلم بكل حال الخطوة هذه تمت من وارنر براثرز لانه جوني ديب صار عليه كلام ومشاركته في الفيلم قد تضر بنجاح وشعبية الفيلم وشركات الانتاج في النهاية بشكل عام ما يهمهم من الفلوس حتى لو انهم يعرفون انه بريء ولا مو بريء ما رح يعرضون اعمالهم لأي مخاطرات هذا الرجال عليها كلام طلعوا وخلاص ايش نسوي واستبدلوا الممثل جوني ديب بالممثل مادس ميكلسون هانيبل حبيب الشعب وحاليا فيه هاشتاق مرفوع يطالب بالعدالة لجوني ديب وفيه كمان جمهور كبير كان يحضر للمحاكمة يوميا ويرفع لافتات يناصرون فيها جوني ديب ومؤمنين ببراءته وفيه كمية كبيرة برضو تصف امبر بانها شيطانة ومخادعة ونصابة كبيرة فعموما احنا ايش ما رح نطلق احكام لانه في النهاية الاشياء دي الواحد ما يقدر يحكم فيها بسهولة حتى القاضي نفسه تلقاك الى متوربط ولكن غير انهم وصفوها بشيطانة وكاذبة حاليا فيه عريضة موقعة من اكثر من مليون ونصف شخص ويقال انها قربت توصل مليونين شخص يطالبون فيها بطرد امبر هيرد من فيلم اكوامان القادم وانها تستحق نفس اللي حصل مع جوني ديب لانه جوني ديب كان عنده ادلة برضو ضدها وهو كمان انضرب ومظلوم شوفوا صراحة ما ودي اكون متشائم بس صراحة بيني وبينكم يعني التوقيع الالكترونية والاعتراضات هذه اللي في السوشال ميديا غالبا ما ما تسوي شي يعني ولكم من نتفليكس قضية 650 الف شخص اعترضوا على فيلم كيوتيز ولا 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 حياتي من تنادي نتفليكس والناس الثانين خلاص كذا الموضوع راح على كل حال هذه القصة بالمختصر انت ايش رأيك في الموضوع عزيزي الوجيه شاركوني اراءكم ولو في معلومات اضافية برضو اكتبوها في التعليقات لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لو منتم مشتركين كان معاكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم